الابراكسيس ثم إن ملاك الرب تكلم مع في لبس قائلا كم واذهب وقت الظهيرة على الطريق المنحدرة من أرشاليم إلى غزة التي هي برية فقام وذهب وإذا رجل حبشي خاصي وزير لكن داكة ملكة الحبشة هذا كان على جميع خزائنها وكان قد جاء إلى أرشاليم ليسجد وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ في إشعياء النبي فقال الروح لفي لبس امدي والتصك بهذه المركبة فأسرع في لبس فسمعه يقرأ في إشعياء النبي فقال له ألعلك تفهم ما أنت تقرأ أما هو فقال كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد وطلب إلى في لبس أن يركب ويجلس معه وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا مثل خروف سيق إلى الزبح ومثل حمل صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فاه في تواضعه انتزع قضاءه وجيله من يخبر به لأن حياته تنتزع من الأرض فأجاب الخصي وقال لفي لبس أطلب إليك عن من يقول النبي هذا عن نفسه أم عن واحد آخر ففتح في لبس فاه وابتدأ يبشره بيسوع من هذا الكتاب وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ماء فقال الخصي هو زماء ماذا يمنعني أن أعتمدا فأمر أن تقف المركبة فنزلا كلاهما إلى الماء في لبس والخصي وعمده ولما صعدا من الماء خطف روح الرب في لبس فلم يعد يبصره الخصي أيضا وذهب في طريقه فرحا لم تزل كلمة الرب تنمو وتقصر وتعتز وتسبت في بيعة الله المقدسة آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر